بلغ السيل الزبا وضاقت أحوال الناس وما تزال الميليشيا تدعوهم للصمود والتبرع وقد صارت بطونهم خاوية وذلك هو العجب بعينه الذي وصل إليه حال المواطنين في ظل حكم الميليشيا عامان واليمنيون يعانون في غياهب الأزمات بدءا من الحرب إلى المرض حتى وصل الأمر إلى قوت يومهم ومعيشتهم فبينما تنهش المجاعة أجساد المواطنين في الحديدة وتعز تبدو الميليشيا عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو هكذا تصور الأمور ظاهريا بينما تعمد إلى صرف مرتبات أتباعها ومقاتلها في الخفاء ينسحب الأمر على سلطة الشرعية أيضا بعد أن كثرت عودها ومواعدها بصرف المرتبات منذ قيامها بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وهو ما استبشر فيه الناس خيرا كونه سيساعد في تقليل السلطة ونفوذ الإنقلابيين الذين سخروا موارد البلاد ومركزها المالي صالح مجهودهم الحربي لكن هذه الخطوة طالت بآثارها المواطنين أيضا خصوصا من أولئك الذين لم تبقي لهم الميليشيا شيئا سوى مرتباتهم لمواصلة الحياة ترجمة نانسي قنقر